السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم موضوعنا مهم جدا للغاية في مرض السكري اللي هو فحص السكر التراكمي أو الهيموغلوبين A1C أو ما يعرف به الهيموغلوبين الجلوكوزي أو مرات يسمى بفحص السكر لمدة ثلاثة أشهر وياكم دكتور عمر القيسي قبل ما نبدأ نشر الموضوح نعرف أفكار بسيطة نعرف أن الدم المكوناته هي كريات الدم الحمراء هذه الكريات الدم الحمراء تعيش في الدم لمدة أربعة أشهر أو مية وعشرين يوم على سطحها موجودة برودينات مشهورة اللي هي خضاب الدم أو الهيموغلوبين الهيموغلوبين اللي ميزة أنه يستطيع أنه يرتبط مع الهيموغلوبين أو السكر هذا الارتباط ما يحتاج أي أنزيم حتى يولده مجرد أنه الهيموغلوبين إلى القدرة يرتبط ويالهيموغلوبين هذا المعقد يسمى بغلوكيتد هيموغلوبين A1C طبعا A1C ترمز للهيموغلوبين نفسه الموجودة على سطح الخلية فكل ما زاد نسبة السكر في الدم كل ما زادت نسبة السكر المرتبط بالهيموغلوبين فلو قصنا نسبة السكر المرتبط بهذا الهيموغلوبين راح نقدر نعرف إش قدرتبط عليه وبما أنه هي عمرها لمدة أربعة أشهر فرح نقدر نعرف نسبة هذا السكر لمدة أربعة أشهر لكن في الحقيقة مو كل الخلايا تموت نفس الوقت فبالتالي ما راح نقدر نقول أنه هي بالحقيقة لمدة أربعة أشهر لكن نقدر نقلص لمدة ثلاثة أشهر كنسبة أقرب للواقع لأنه ما راح تموت هي كلها نفس الوقت في نفس التوقيت لأنها هي تولدت من المخاء العظم بأوقات مختلفة الآن شن أوجه استخدام هذا الفحص أو لماذا نستخدم هذا الفحص طبعا هذا الفحص ممكن يستخدم لتشخيص السكري كيف؟ بما أنه هذا الفحص يقيسن نسبة السكر لمدة ثلاثة أشهر فزيادة نسبة الهيموغلوبين A1C في الدم تعني زيادة في السكر وبالتالي ممكن يشخص مرض السكري طبعا النسبة الطبيعية هي 5.7 هذا ضمن الحدود الطبيعية 5.7 فما دون هذا طبيعي لما تزيد النسبة يعني نسبة الهيموغلوبين اللي منتبط بالغلوكوز عن 5.7 إذن هنا عندنا خطر السكري فمن 5.7 إلى 6.4 هنا عندنا مرض نسميه مقدمات السكر أو بريدايبتك يعني المريض عنده فرصة كبيرة أنه ممكن يتحول إلى مريض سكري لكن لو الآن شفنا النسبة إنه هي عبرت صارت 6.5 أو أكثر من 6.5 إذن هنا عندنا شخص مصاب بمرض السكري هنا أنا حبيت أن أوهلكم على شيء مهم أنه اللي تبرعوا بدم حديثا أو المصابين بتحلل الدم أو ما سمي بتكسر كريات الدم هي مولاتك أنيميا أو فقر الدم المنجلي سكرسها الأنيميا هذا الفحص لاح يكون غير دقيق بالنسبة لهم وطبعا أيضا المصابين بالفشل الكلوي يعني مو أنه الشرط أنه يكون السكر زائد بالدم بس ممكن الفشل الكلوي أدى أنه لزيادة هذه النسبة وأيضا هذا لا يعتبر فحص مثالي في تشخيص سكر الحمل أو ما يسمى بالجستيشنال دايبيتس ولذلك رح نستخدم فخوصات ثانية لتشخيص سكر الحمل طيب الآن شنو الأوجه الثانية لإستخدام هذا الفحص طبعا هذه النقطة الثانية هي النقطة مهمة أيضا نستخدم هذا الفحص لمتابعة نسبة سكر الدم لمدة ثلاثة أشهر من خلال هذا الفحص رح نقدر نعرف مدى التزام المريض بالعلاج اللي داياخذه أيضا مدى استجابة المريض للعلاج يعني ممكن علاج هو نفسه اللي يكون غير شغال وطبعا هل نحتاج نزيد الجرعة أو نغير العلاج وأيضا يفيدنا في معرفة مدى خطورة المرض بالنسبة لهذا المريض وشقد ممكن رح تصير عنده مضاعفات وكيف ممكن نتجنبها فهذا فحص مهم جدا في هذه الفقرة قلنا نتكلم شوي على آلية الضرر أو دامج ميكانزم لتراكم السكر على الهيموغلوبين طبعا هنا أيضا تراكم السكر في الدم عند آليات ثانية للضرر أيضا كمرض السكري نفسه قلنا نتكلم على هذه الجزئية لما يزداد على الهيموغلوبين شنو ممكن نسبب؟ نحن مثلا نعرف لأن الهيموغلوبين على كلية الدم الحمراء فزيادة راح تأديني أو التكون أو التساق لغلوكوز السكر مع الهيموغلوبين راح يأديني تكون free radicals أو شقوق حرة هذا الشقوق راح تأديني إلى زيادة الأغريغيشن أو تجمع والتساق كريات الدم الحمراء وأيضا لزيادة لزوجة الدم بالتالي وهذا طبعا راح يأثر على الأوعية راح يأديني إلى ضرر في جدران الأوعية وأيضا إلى زيادة لزوجة الدم واحتمال أيضا انسداد الأوعية من خلال تراكم كريات الدم الحمراء والتساقها مع بعض إضافة إلى ذلك أن هذا الهيموغلوبين A1C إلي القدرة على يعني لما يرتبط بالسكر ويصير هذا المعقد من السكر والهيموغلوبين راح يأديني إلى تضرر فيه طبقة الاندوثيليوم وهذه طبقة الاندوثيليوم اللي هي طبقة داخلية الأوعية تحمل أوعية وتمنع تراكم الدهون داخل الأوعية لأنها تفرز مادة النايتروكوكسايد اللي هي موسع أوعية طبيعي فازوديليتر وأيضا يمنع تراكم الدهون فلما تروح هذه الطبقة راح تتدمر الاندوثيليوم يروح عندنا النايتروكوكسايد راح تتجمع عندنا طبقة من الدهون LDL أو Low Density Lipoprotein الضار راح يجمع داخل جدران الأوعية وأيضا راح يأديني إلى تراكم الهيم اللي هو يجينا من الهيموغلوبين ويأديني إلى Oxidation عملية أكسدلي هذا الدهن اللي هو أصلا دهن سيء مشبع بالكوليسترول فرح يأديني إلى تكون أثروسكروسيز أو ما نسمى بتصلب شرائن داخل الأوعية وهذا راح يأديني أكثر لتدمر الأوعية وبالتالي مضاعفات أكثر للسكر فكل ما صار أكثر زيادة لنسبة السكر التراكم معناها مضاعفات أكثر راح تصير للمريض طيب شنو هي النسبة اللي ننصح بيها مرضى السكش قد لازم يكون عندهم نسبة الهيموغلوبين طبعا هناك منظمة اسمها Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes سوى ترايالز يعني تجارب أو دراسات فشافت كل انخفاض بنسبة واحد مول من الهيموغلوبين A1C يؤدينا نخفاض 3% في مضاعفات السكري طبعا مضاعفات الخطرة للسكري مثل ريتنوباثي مشاكل اللي تصير في شبكية العين نفروباثي مشاكل الكلية والمايكروفاسكولار يعني الأوعية الدقيقة لكن السؤال هنا هل من الأفضل أنه ننزل هذه النسبة إلى النسبة الطبيعية يعني نخليها أقل من 6 نخليها مثلا 5-4 طبعا الجواب هنا للسؤال لا ونعم كيف؟ خلينا نفهم هذه المنظمة نفسها شافت أنه لما نزلوا النسبة طبعا سووا تجارب ثانية نزلوا فيها النسبة أقل من 6% شافوا زيادة في عدد الوفيات وتخيلوا أنه مباشرة تم إنهاء التجارب بعدد وفيات اللي زاد كان السبب أنه من هذه المسألة أنه زيادة الأدوية اللي أدت إلى نزول السكر في الدم أدت إلى الوفاة يعني أنا السكر منزل بشكل طبيعي لكن بسبب زيادة في الأدوية فإذا كانت زيادة الأدوية هي اللي راح تأدي لك أنه وصول اللي هي مقلوبين أي وسي للنسبة القليلة اللي هي 6 فهذا الأمر لا يعتبر شيء مثالي بالعكس ممكن أدي لك إلى العكس إلى المضاعفات أكثر لكن لو كانت هذه الزيادة باستخدام علاج بشكل صحيح بالجرعة الصحيحة مو الإفراط فيها وأيضا باستخدام أمور ثانية منها تغير نمط الحياة والدايت والأكسرساز وغيرها وأدى لك إلى هذه النقصان وهذا النقصان فهنا يكون لك الأمر طبيعي لكن بالنهاية أنه توصل لأقل من 6 كمريض سكري هذا الشيء لا يعتبر شيء صحيح لأنك راح تستخدم أدوية فوق اللي لازم طيب كم لازم يكون بالنسبة لك كمريض سكري التارجت أو الهدف اللي تريد توصل طيب هنا راح نروح لجمعية الأمريكان دايباتيك أسوشييشن أو جمعية المصابين بالسكري الأمريكية تنصح أنه تكون هذه النسبة أقل أو تساوي 7% طبعا وليس أقل من 6.5 يعني من 6.5 إلى 7% حسب حالة الشخص لأن هذه النسبة تختلف حسب حالات الأشخاص ومدى استجابتهم لعلاج لكن كمعدل هي من 6.5 إلى 7% فهذا لازم يكون التارجت للمصابين بمرضى السكر تختلف بالنسبة لنوع الأول والنوع الثاني ما راح أقدر أبين كامل مجمل الإختلافات في هذا الفيديو لكن حبيت أوضح هذه النقطة طيب لأنه حبيت تعرف كم كان معدل السكر خلال الثلاثة أشهر من خلال هيموغلوبين A1C يعني نقصد أنه لو جئت في هذه ثلاثة أشهر في أي يوم من هذه ثلاثة أشهر أخذت سكر كم كان راح يطلع لك السكر في الدم كم كانت راح تكون نسبة السكر في الدم من خلال أنه أنت عرفت الهيموغلوبين A1C طبعا هناك معادلة حتى نحسب كم كانت هذه النسبة طبعا هناك تختلف من خلال اليوم نفسها من الصباح للمساء لكن هذا كمعدل كم كان السكر في اليوم يعني كشكل تقريبي كم كانت السكر في اليوم هذه عندنا هنا معادلة لحساب اللي هي 28.7 في نسبة الهيموغلوبين A1C ناقصا 46.7 طبعا الآن لنفرض عندنا شخص عنده الهيموغلوبين A1C 7% فرح نسوي المعادلة ونخليه 28.7 في 7% ناقصا 46.7 والجاوب راح يكون 154.2 فهذا راح يكون معدل السكر خلال اليوم في هذه الثلاثة أشهر طبعا ممكن يختلف شوية لكن هو ما يقارب هذا لو جئنا في هذا أو أي يوم من هذه الثلاثة أشهر راح نلقي تقريبا السكر يكون بهذا الرينج فهذا الحسابه طبعا بالميليغرام على دي سي لتر طيب الآن كيف نقدر نخفض نسبة السكر التراكمي الهيموغلوبين A1C أول شيء نقدر نسويه هو الاعتماد على نظام غذائي صحي طبعا نتكلم على الدايت اللي داي سويها المريض لازم هذا النظام الصحي يحتوي على فايبرس أكثر ألياف أكثر بالطعام وندخل الغذاء صحي وأيضا ممكن نستفاد من بذور الكتان اللي ينتحته على الأوميغا إثري طبعا بكميات معقولة مو إزيادتها مراحة أدي لك إلى هذا المستوى المطلوب ممكن إلا أضرار جانبية فتذكروا بكميات معقولة لكن القصد الاعتماد على نظام صحي جيد يحتوي على دهون غير مشبعة وأيضا ينطينا طاقة طيب أيضا ممارسة الرياضة رح تؤدينا إلى انخفاض في الهيموغلوبين A1C وأهم شيء الالتزام بالأدوية ومواعيدها وأيضا الالتزام بالجرع الدوائية وأوقاتها وزيارة الطبيب بانتظام وأيضا تسوي الفحص بشكل دوري اللي معرفة تقدم الحالة أشكركم للمشاهدة وأتمنى لكم تكونوا استفادئتوا من هذا الفيديو إذا استفادئت من هذا الفيديو لا تنسى تشاركه وأيضا تشترك بالقناة وتفعل جرس الإشعاد حتى يصلك كل جديد ألقاكم في فيديو آخر والسلام عليكم